اشتركوا في القناة 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 المتبقي من سائل الرش بالسطح المرشوش بحيث لا يفقد بماء الري والعوامل او العامل الجوية المختلفة زي الزيت زي الغراء زي ايضا انواع الصموغ المختلفة طيب النوع الرابع من المواد المساعدة مواد اسمها المواد المعلقة دي عبارة عن ايه عبارة عن مواد بتضاف الى المساحيق القابلة للبلل علشان تساعد على بقاءها معلقة بالماء لاطول فترة ممكنة والامثلة اللي عندي زي الجيلاتين زي الغراء خامس نوع ده مهم جدا تعرفوه اللي هو المواد الموازنة المواد الموازنة دي بتضاف للمبيدات علشان تقلل ضرارها على النبات المرشوش هتقولي لازاي يا دكتور هو النبات المرشوش او النبات المعامل بيتأثر بالمبيد طبعا بيتأثر بالمبيد لان هو كائن حي وانت بتعامله بمادة سامة وبالتالي يتأثر بنفس التأثيرات لاي كائن حي اخر سواء كانت الافة سواء كان الانسان اللي بيقوم بعملية الراش خلي بالك وحلقة النهاردة حلقة متميزة لأعزقنا المزارعين لان احنا حنتناول فيها الشروط الواجب مراعتها عند اجراء عملية الراش ودي بتهم قطاع كبير جدا من المهتمين بالمجال الزراعي في جمهورية مصر العربية المواد الموازنة قلنا مواد بنضيفها لمستحضر المبيد علشان تقلل من التأثير الضار للمبيد المرشوش على النبات المعامل لان انت عارف انه احنا لازم نلتزم بالتركيز اللي مكتوب على عبوة المبيد وايضا نلتزم بمعدل الاستخدام لان انت لو قللت عن كده الافة لن تموت ولو زودت عن كده ممكن تموت الافة اوكي بس ايضا اه ممكن تضر بالنبات المعامل يبقى لا لازم نتوخى الحذر اه جدا عند استخدام المبيدات السامة على النباتات او على المحاصيل المختلفة تعالوا نشوف المواد اللي بعد كده عندنا نمرة ستة المواد المنشطة برضو ممكن تيجي في صورة مصطلح علمي عبارة عن مواد ذات درجة سمية ضعيفة للحشرات بس عندما بضيفها الى مواد اخرى ضعيفة السمية ايضا المستحضر الناتج بيكون زو درجة سمية عالية يعني مادة ضعيفة مع مادة ضعيفة بيندين مستحضر زو درجة سمية عالية تقضي على الافات الضر تعالوا بقى نستعرض جزئية مهمة جدا اعزاء الطلبة والطلبات اللي هي مستحضرات المبيدات التجارية وطرق استخدامها اول حاجة عندي في انواع التجهيزات عندي صور كتيرة جدا لمستحضرات المبيد ممكن الاقي المبيد على صورة مادة صلبة بنقول عن المسحوق ممكن يكون على صورة مساحيق الابتلال ومساحيق الزابان وهناعرف دلوقتي الفرق بين مسحوق الابتلال ومسحوق الزابان ممكن يجيلك في صورة سؤال يقولك ايه يقولك ما هو وجه الاختلاف بين المساحيق القابلة للبلل والمساحيق القابلة للزابان في الماء المساحيق القابلة للبلل بتنتشر في الماء وبتكون معلقات بينما المساحيق القابلة للزابان بتنتشر في الماء وبتكون ليه محليل حقيقية تعالوا نشوف النوع اللي بعد كده من انواع التجهيزات اللي هو رقم 3 المركزات القابلة للاستحلاب واربع المستحلبات المركزة وستة حاجة بنقول عليها المواقع المواقع دي بتبقى عبارة عن ايه بتبقى مادة صلبة شديدة النعومة بتكون معلقة في سائل وتباع في صورة معلقات متماسكة سميكة بحيث عندما تخفف بالماء عند الاستخدام تصبح معلقات عادية وجاهزة لاجراء عملية ارغش سبعة المحببات المحببات يعني هي فيها شبه من المساحيق ولكن حجم حبيبات المحببات بيكون كبير نسبيا وبتحتوي على تركيزات منخفضة من المبيد وبتكون مخلوطة مع المواد الحاملة زي دي زي بدرة التالك ايا كانت المادة الحاملة وبيقتصر استخدامها على التربة الزراعية تعالوا بقى جزية مهمة جدا وكلنا بنستخدمها في المنازل اللي هي الايروسولات الايروسول عبارة عن عبوات بتكون مضغوطة بتحتوي على كميات صغيرة جدا من المبيد بيبقى المبيد في صورة غاز خامل كيمويا تحت ضغط معين طبعا دي بتصغنى في المنازل ويجب توخي الحذر عند رشة هذه المبيدات في المنازل للاطفال او للسيدات الحواملة لانه بتصبب تشوهات للاجنة نمرة تسعة الطعوم السامة الطعم السام باختصار اعزاء الطلبة والطالبات الطعم السام ما هو الا استخدام مبيد ومادة حاملة وايضا مادة جازبة وكمية من الماء كل ده بنقول عليه الطعم السام الطعم السام بيجرى للقضاء على انواع مختلفة جدا من الافات سواء افات افات تسكن تحت سطح التربة او حتى افات على المجموعة الخضرية زي مثلا زبابة الفاكهة بنعمل لها ايضا طعم السام والطعم السامة بتكون صديقة للبيئة لانه لا تلوس الغلاف الجوي ولكن خطورتها بتكون ان هي المتبقيات بتاعت المبيد او بنقول على ريزيديوال افكت بتكون موجودة في التربة لفترة طويلة وايضا بيكون من لابد من استخدامها او تحضرها واستخدامها مباشرة لان هي غير سابتة كيمويا وفقدت احد شروط المهلك الحشري الجايد تعالوا نستعرض انواع الطعم السامة الموجودة لمكافحة الافات المختلفة او النوع عندي الطعم السام للدودة القارضة او الديدان القارضة بتبقى او بيتكون منزر نخات السوديوم او مادة بنقول عليها اخضر باريس او حتى فولوسيليكات الباريوم او فولوريد السوديوم او مادة بنقول عليها الهوستاسيون طبعا صورة بتبقى لك شكل الدودة القارضة طيب الطعم السام للحفار او سلاصيل الغيت بيتكون من ايضا المادة الفعالة فيه بتكون عبارة عن فوسفيد الزينك او فولوسيليكات الباريوم تعالوا نشوف الطعم السام للجراد الجراد زي ما انتم شايفين في الصورة ده شكل للجراد الصحراوي بيبقى شبه الطعم السام للدودة القارضة وبيضيف له مادة غزائية حاملة زي نخالة الامح الخشنة وسم معا دي زائد كمية معينة من الماء هناخد بعد كده الطعم السام للنمل والزباب المنزلي وزبابة الفاكهة طبعا اللي في الصورة دي زبابة الفاكهة وناخدها ان شاء الله بالتفصيل في الحلقات المقبلة ان شاء الله بيتكون من محلول سكري بتخلط بالمادة الفعالة وبنسب معينة طبعا دي صور بتبايل لك عاشر نوع من انواع التجهيزات اللي هو بنقول عليها المدخنات المدخنات اعزاء الطلبة والطلبات بتبقى عبارة عن مواد سامة في صورة غازات يعني بتأثر على الجهاز التنفسي للآفة بتستخدم فيه الاماكن المغلقة لمكافحة الحشرات التي يصعب ان تصل اليها المبيدات الاخرى ويمكن ان تستخدم ايضا لقتل النيماتودة وانواع مختلفة من الفطريات طيب في بقى جزئية مهمة جدا وممكن تتعرض لها حضرتك في الامتحان يقول لك تكلم باختصار عن قصص نجاح المكافحة الكيميائية او ممكن يقوله المكافحة الكيموية ايا كان الاسم اول شرط عندي ان يكون القائم بالعمل ملما بمظهر الاصابة وكيفية التمييز بين الافات الحشرية وايضا الاصابات المرضية الشرط التاني من الضروري اجراء المكافحة في الوقت المناسب انا عندي فيه اوقات اعزاء الطلبة والطلبات عندي اوقات مختلفة يحظر على من يقوم بعملية المكافحة ان يستخدم المبيدات سواء كانت في صورة رش او في صورة تعفير زي اوقات التزهير يعني وجود المجموع الزهري على النبات احنا خدنا اسئلة عالي اللي وعرفنا ليه لانه ده ببقى موسم نشاط الحشرات الملقاحة وبالتالي لما بترش المبيد الحشرات دي بتتعرض للهلاك وبقل عندك المحصول نتيجة عدم قيام هذه الحشرات باجراء ما يسمى بالتلقيح الخلطي للازهار لان انتوا عارفين انه كل زهرة يتبعها سامرة وكل سامرة بيكون داخلها بزرة او ممكن نقولها بالعكس كل سامرة يسبقها زهرة فانت لو الزهرة دي تم القضاء عليها وتم سقوطها بالتالي لن تنتقل حبوب اللقاح من موتك الزهرة الى ميسم زهرة اخرى وبالتالي بقلة عندي المحصول كما وايضا بقلة عندي نوعا يبقى لازم ما رشش المبيدات وقت التزهير ووقت سقوط الامطار وايضا اثناء هبوب الرياح او عطش النباتات المعاملة يبقى دي كلها محظورات على المزارع او صديقنا المزارع لا يجب عليك تماما ان تقوم باجراء عملية الرش في هذه الموعيد من الضروري ايضا اجراء المكافحة في الوقت المناسب زي ما قلنا وايضا يجب معرفة الاثر الباقي لكل مبيد ومدى فاعليته تحت الظروف البيئة السائدة طبعا الاثر الباقي هو المتبقي من المبيد بعد اجراء عملية الرش واجب ان يكون الاثر الباقي ده بسيط جدا لانه ده بيلوث التربة وبأثر على مستوى الماء الارضي من ناحية تلوثه بالمبيدات نمر اربعة من اللازم ان يعم المبيد النبات بجميع اجزائه عند استعمال المهلكات بالملامسة واحنا ان شاء الله هنوريكو في حالة النهار ده فيديو لكيفية اجراء عملية الرش بالطريقة الصحيحة وايه هي الملابس الواقية اللي لا يبد ان تركها ديها اه اثناء اجراء عملية الرش نمر خمسة يجب مراعاة عدم معاملة اشجار الفاكهة وبعض المحاصيل اثناء الاظهار زي ما قلتلكم من شوية ليه بقى حتى لا يتسبب ذلك ممكن يجيلك في صورة السؤال العلل في موت الحشرات الملقحة وايضا الحشرات النفاعة زي نحل العسل وده بيدي الى قلة انتاج اه المحصول ايضا من ضمن شروط يجب ان يكون المبيد اه ونوع المستحضر مناسبيني للصفات المورفولوجية وايضا طبيعة نمو النباتات نمر صفات المورفولوجية عزاة طلبة مقصود بها الصفات الشكلية يعني النبات شجيري ولا نبات حولي ولا نوع الورقة ايا كان الصفات الشكلية للنبات نمر سبعة يجب مراعاة الظروف الجوية عند استعمال المبيدات زي ما قلتلكم من شوية في اوقات لابد من وقف استعمال المبيدات اللي هي هبوب الرياح ارتفاع درجة الحرارة او سقوط الامطار نمر ثمانية من المفضل توفير مكايل وموازين مختلفة لاستعمالها عند اجراء المكافحة في الحقل طبعا كل مبيد بيبقاله تأثير على النبات وخصوصا مبيدات الحشاش يراعى عند خلط المبيدات مع بعضها او مع المهلكات الفطرية او الاسمدة ان تكون بالشروط والمواصفات المقررة المدونة على عبوة المبيد نمر عشرة يجب العنات تامة وده مهم جدا بآلات المكافحة والصياناتها وتنظيفها بعد اجراء عملية الرشد 11 والاخيرة في حالة تخزين المبيدات يجب ان يكون ذلك في مكان مأمون بعيدا عن متناول الحيوانات والطيور وايضا الاطفال لانه طبعا المبيد ده بيكون في صورة مادة سامة من يتناوله سواء كان حيوان او طير او حتى طفل صغير ده ممكن يؤدي الى حدوث التسمم بالمبيدات تعالوا نستعرض بقى مع بعض جزئية مهمة جدا اللي هي مخاليط المبيدات انا ليه انا حابة اقولكو بس يعني ايه مخاليط المبيدات يعني انا بستخدم اكتر من مبيد في نفس آلة الراش في نفس التوقيت طب انا بعمل العملية ديで انا ممكن يكون عندي اكتر من آفة في الارض في نفس الوقت ممكن ان انا وفر من تكاليف المكافحة ممكن ان انا لما رش مرة واحدة بقلل من تأثيرات و الاصر المتبقي للمبيدات ممكن كمان اقاوم انو الافات بتكون مكونة ليه سلالات مقاومة لمبيد واحد فأنا لما رش أكتر من مبيد في نفس الآلة معنى كده أن أنا بعمل خلل في صفة المقاومة عند الآفة وبالتالي يتم القضاء عليها وتقليل من تعدادها وتفاقم المشكلة بهذه الآفة. تعالوا نشوف بها المقصود بمخاليط المبيدات الغرض من الخلط هو مكافحة أكثر من آفة في وقت واحد اتنين لازم تحفظوا دي مهمة جدا بتجي في الامتحان. اذكر أغراض خلط المبيدات. زيادة التأثير السام لمكونات المخلوط أربع امكانية منع أو تأخير المقاومة لمكونات المخلوط أو أحدها. نمرأ أربع توفير التكاليف ووقت المكافحة. تعالوا بقى نشوف جزئية مهمة جدا ليه أنا بعمل عملية الخلط ايه هي أهمية الخلط الخلط بيزيد من كفاءة واقتصاديات عملية المكافحة حيث تخلط البيروس ردات المرتفعة السمن مع أيضا المنشطات. تعالوا نشوف ايه تاني أهمية من أهمية الخلط بتزيد من مدى نشاط المبيدات الحشرية. فاكرين لما خدنا المواد المنشطة زي استخدام الصيفين مع الببرونين البوتوكسايد وغيرهم من المنشطات لمكافحة قبل الجسم والزباب المنزلي. نمرأ ثلاثة بتعمل على تجديد نشاط المبيد ضد السلالة الحشرية المقاومة لهذا المبيد. تعالوا نشوف بقى ايه هي عيوب الخلط يبقى خدنا الأهمية خدنا الأغراض. هنعرف بقى ايه هي عيوب عملية الخلط. أول عيب عندي استخدام مخاليط المبيدات لا يحل مشكلة المقاومة بس هو بيأخرها شوية. إنما يؤخر من ظهورها. اتنين تكون سلالات من الحشرات مقاومة لأكثر من مبيد. نمرأ ثلاثة للحفاظ على مجموعة البيروس ريدات المخلقة. وده طبعا بتبقى غالية السمن. يوصى بعدم خلطها بأي مبيد آخر أو أي منظم من منظمات النمو. طبعا حنتطرق بقى لجزئية بتهم إخواننا المزارعين وأيضا من يكون بإجراء المكافحة سواء كان حتى في المخازن أو في المواني أو في المنازل أيضا. إيه هي بقى لو أنت حصل لك عملية تسمم بالمبيد كيف يتقوم بإجراء الإسعافات الأولية ضد التسمم بالمبيدات. هنأخذ طرق الإسعاف بتختلف أعراض التسمم حسب المجموعة اللي بينتمي إليها المبيد. إحنا خدنا مجامع كثيرة جدا من المبيدات. ويمكن أن نلخص ذلك فيما يلي. أول حاجة عندنا أعراض التسمم بمجموعة المبيدات الكولورو هيدروكربونية. ممكن أنه لما الإنسان أو من يكون بإجراء عملية الرشي يتعرض لمثل هذه المراكبات يحصل عنده تمدد في الأوعية الدموية وتشنجات عضلية وبينتج عن ذلك نزيف دموي خفيف. ما سواء من الأنف سواء من الأذن. أيا كان. وفي هذه الحالة بينقل المصاب فورا إلى مكان ظليل. يعني مكان بعيد عن أشعة الشمس. ويستدعى الطبيب. وأيضا بيتم خلع الملابس الملوسة ويغسل الجسم جيدا بالماء والصابون عدة مرات لتقليل كمية المادة على جسم الإنسان. طب ده لو هو جاله أو تعرض للسطح الخارجي. أما بقى لو حصل بلع للمبيد أو لمحلول المبيد. ده بنعمله بقى بنعمله عملية غسيل المعدة. إزاي بنجيب معلقة ملح. طعم العادي جدا. وندوبها في المية. وبتعطى للمصاب لتفريغ محتوات المعدة. ولا بد من عدم إعطاء المصاب أي ملينات زيتية حتى لا يزيد ذلك من امتصاص المادة السماء. أما باقي الإسعافات فتجرى تحت إشراف الطبيب. تعالوا نشوف النوع التاني أو المجموعة التانية من المبيدات. لو أنا استنشقتها أو حدث تسمم بها إيه اللي يحصل. اللي هي مجموعة المبيدات الفوسفورية. المبيدات الفوسفورية من تأثيرها أنها بتوقف عمل إنزيم كولين استيريز أو الأسطيل كولين استيريز بالأنسجة. وعند حدوث مثل هذا التسمم ده لابد من نقل المصاب فورا إلى منطقة هادئة تمهيدا لنقله إلى أقرب مستشفى. ويجرى له تنفذ صناعي باستخدام الأكسوجين. طيب. المبيدات الفوسفورية بعد ما أنا عملت الإسعافات اللي أنا قلت عليها اللي هي الإسعافات الأولية دي بنظف جسم المصاب واغسل ملابسه جيدا ويتم عمل غسيل معدى وبيعطى للمصاب حقدة بنسميها حقن الأتروبين ده لو حالت إنه جسمه ما كانش بيه زرقة. وأيضا بتجرى باقي الإسعافات تحت الإشراف الطبي بالمستشفى. النمرة الثلاثة والأخيرة. مجموعة الكربامات مجموعة الكربامات دي بتبقى مجموعة قليلة السمية للإنسان والحيوان. ولكن إذا حدث إهمال عند استخدام المبيد وعدم اتباع الاحتياطات الواقية ده بيؤدي إلى ظهور أعراض التسمم كما شرحناها في المبيدات الفوسفورية. وفي الحالة دي بينقل المصاب فورا إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية. تعالوا بقى عزيزيزي الطلبة والطلبات نتطارك لجزئية مهمة. جدا في المنهج اللي هي عمليات الرش والتعفير عمليات الرش يعني هستخدم المبيد في صورة سائلة عملية التعفير يعني بستخدم المبيد في صورة صلبة يبقى ده الفرق بين الاتنين وعمليات الرش مخصص لها آلات معينة لإجراءها وايضا عمليات التعفير مخصص لها آلات معينة لإجراءها بنقول دي آلات الرش والتانية بنقول عليها آلات التعفير تعالوا نشوف ايه المقصود بمصطلح آآ الرش وممكن يجي لك في الامتحان كمصطلح علمي وانت تقول دي المقصود بها عملية الرشد ويقول لك كمان اذكر انواع الرشد ونوع الرشد بيتوقف على كمية الماء المضافة لمحلول المبيد تعالوا نشوف ايه المقصود ده عملية الرشد عملية الرشد زي ما انتم شايفين معنا في الصورة كده هو توزيع المستحضرات السائلة للمبيدات توزيعا منتظما على السطوح المراد علاجها على هيئة رزاز المحلل زي ما انتم شايفين قد الراجل برش رزاز المحلول او قد تكون هذه المحلل في صورة مستحلبات او في صورة معلقات زي ما خدنا في صور التجهيزات طيب انواع الرش عندي كم نوع يا دكتور عندي اربع انواع من الرش بتتوقف على كمية الماء المضافة لمستحضر المبيد النوع الاول بنقول عليه الرش بالحجم الكبير اسمه حجم كبير كمية الماء المستخدمة اكبر كمية عندي قد تصل او تتراوح ما بين ربعمية الى الفين لتر لكل فدان النوع التاني الرش بالحجم المتوسط ده بيختلف بقى على حسب التركيب المحصول اللي عندك لو عندك محاصيل حقلية كمية الماء حتكون من مية الى تلتمية لتر لكل فدان لو كان عندك اشجار او شجيرات كمية الماء المستخدمة بتكون من تلتمية الى ستمية لتر لكل فدان طيب النوع الثالث يا دكتور اللي هو الرش بالحجم الصغير كمية الماء المستخدمة بتكون من 20 إلى 100 لتر لكل فدان واحفظوا الكميات لأنه ممكن يجيلك في صورة صحة وغلق أو أكمل نمر أربعة والأخيرة اللي هو الرش بالحجم فوق الدقيق وكمية الماء المستخدمة بتكون حوالي 1 لتر لكل فدان طيب إيه بقى هي الشروط الواجب مراعتها علشان تكون عملية الرش دي عملية ناجحة وقلنا دي بتهم إخواننا المزارعين لازم تتابعوا معانا حلقة النهار دا مش بس عزقنا الطلبة لأنه دي بتخاطب معظم فئات المجتمع أول حاجة الرش في الصباح الباكر عشان أتجنب ارتفاع درجة الحرارة تاني حاجة الرش بالطريقة الصحيحة إيه هي الطريقة الصحيحة يا دكتور الرش إن أنا أول حاجة إن أنا أستخدم المبيد المناسب تاني حاجة التركيز المناسب تاني حاجة معدل لاستخدام المناسب رابع حاجة أتأكد إنه الآلة اللي أنا هستخدمها تكون آلة صالحة لإجراء عملية الرش ونظيفة بعد كده أحضر محلول المبيد بعد كده أرتدي الملابس الواقية التي تقيني من أعراض التسامن بالمبيدات اللي احنا قلناها من شوية بعد كده أمسك آلة الرش بطريقة صحيحة أو يكون زراع الرش على مسافة لا تقل عن 30 إلى 40 سنطي عن النبات المرشوش في حالة المحاصيل الحقلية طب في حالة الأشجار أوجهها لاتجاه المناسب إلى المجموع الخضري أو الجزء النباتي المراد علاجه من لفات المتواجدة عليه يبقى ده باختصار شديد جدا هو ده الرش بالطريقة الصحيحة وحنشوف فيديو يورينا مع بعض إزاي نرش بالطريقة الصحيحة بعد كده تجنب انسداد البشابير البشبوري ده عبارة عن قطعة مخروطية بتبقى في نهاية زراع الرش باختصار شديد قطعة كده بتحول لك سائل المبيد أو محلول المبيد على صورة رزاز نتيجة ارتفاع الضغط داخل آلة الرش طب تعالوا نشوف بقية الشروط أول رابع حاجة عندي عدم ترك خطوط بدون رش يعني ايه عدم ترك خطوط بدون رش يعني كل المساحة اللي عندي تكون معاملة بنفس تركيز المبيد لأنه أنا لو تركت مساحة بدون إجراء عملية الرش الأفات المتواجدة عليها حتى تتكاثر وتعيد دورة الحياة وبالتالي يبقى أنا عندي ما عملتش علاج نهائي وعلاج تام لأنواع الأفات اللي موجودة عندي خامس حاجة استخدام أو استعمال إرغاء الشاشة الصالحة والسليمة ستة تجنب الرش ضد رياح سبع عدم إجراء الرش عند عطش النباتات طب تعالوا نشوف بعد كده العملية التانية اللي هي عملية التعفير ايه المقصود بقى بالتعفير؟ التعفير مقصود به التوزيع المنتظم لمساحيق المبيدات بهدف مكافحة الأفات يبقى اللي هناك كان مستحضرات المبيدات السائلة هنا مساحيق المبيدات بهدف مكافحة الأفات طب ايه هي بقى الشروط؟ الشروط هنا بسيطة من زي شروط عملية الرش أول شرط عندي يجب إجراء عملية التعفير عند هدوء الرياح اتنين التعفير في الصباح الباكر قبل تطير الندى ممكن يجي لك سؤال علل في الجزية دي يفضل إجراء عملية التعفير في الصباح الباكر قبل تطير الندى الإجابة باختصار هتقوله لأن قطرات الندى تعمل على التصاق حبيبات المبيد على السطح المعامل تعالوا نشوف آلات الرش آلات الرش اللي عندي دي الرشاشة الظهرية مطور الرش ودي أيضا نوع من أنواع الرشاشة الظهرية ودي طبعا كلنا عارفينها اللي هي طائرات الرش أنا أعمل لكم مقارنة هنا بين عملية الرش والتعفير من حيث النتائج المتحصل عليها طبعا عملية الرش بتكون أفضل من عملية التعفير وقت الإجراء قلنا ممكن أرش في أي وقت بينما فيه التعفير في حالة الصباح الباكر أفضل التأثير الضار على العمال طبعا بيكون أقل في حالات الرش بينما أكثر خطورة في حالة التعفير التكاليف في حالة الرش بتكون أقل بينما بتكون في حالة التعفير بتكون أكثر تكلفة وسهولة الإجراء والخلط بتكون أسهل في عملية الرش بينما بتكون أكثر صعوبة أثناء إجراء عملية التعفير ولذلك يفضل إجراء عملية الرش عن عملية التعفير لهذه الاعتبارات السالفة زكرها تعالوا نشوف بقى آلات الرش أول حاجة زي ما قلنا الرشاشة اليدوية رشاشة الجردل بعد كده رشاشة الضغط أو بنقول عليها الرشاشة الظهرية بكلها أنواع مختلفة زي رشاشة الضغط ذات المضخة الهوائية رشاشة الضغط المستمر ذات المضخة الهوائية المنفصلة ثلاثة الرشاشة الضغطية زات المضخة المصة الكابسة مطور الرش وأيضا طائرات الرش هذه الرشاشة اليدوية رشاشة الضغطية وده طبعا مطور الرش تعالوا نشوف آلات التعفير آلات التعفير اللي عندي زي العفارة اليدوية زي المكبس ممكن تتعرض انت للآلات دي أثناء إجراءك للاختبارات العملية اللي بتجرى في نهاية العام يقول لك تعرف على الآلة المعروضة أمامك وفيما تستخدم أو ممكن يجيب لك الآلة ويقول لك كيفية استعمال أحد آلات الرش والتعفير يعني هي الخطوات اللي انت مفروض تتبعها عند استعمال هذه الآلة أو ممكن يجيبها لك كيفية تحضير محلول الرش وازاي تحطه في الآلة وازاي تعمل ضغط في الآلة وازاي تستخدم زراع الرش بالطريقة الصحيحة وهكذا نحن لازم نركز في حلقة النهاردة لأن حلقة النهاردة مهمة جدا 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 تعالوا نشوف أنواع العفارات في العفارة اليدوية فيها أكتر من نوع النوع الأول اللي هو العفارة اليدوية ذات المكبس اللي هي في الصورة معنا دي العفارة الصدرية ذات المروحة وبعدين العفارة الظهرية ذات المنفاخ تعالوا نشوف بقى آلات تانية اسمها آلات توليد الضباب من اسمها يبقى المبيد هيخرج من الآلة على صورة الضباب عندي نوعين من الآلات اللي هو مولد الضباب الصغير وأيضا نوع تاني اسمه مولد الضباب الكبير طيب في عيوب ممكن يجيلك سؤال في الامتحان يقولك اذكر عيوب جهاز مولد الضباب أول عيب عندي إنتاج غازات الاحتراق اللي هي سانية اكسيد الكربون وهكذا تاني نوع اللي هو بيكون صوته عالي جدا ويسبب الازعاج ممكن يجيلك سؤال على في الامتحان يقولك يفضل تغيير العامل على جهاز مولد الضباب كل فترة هتقوله لأنه صوته عالي جدا يسبب الإزعاج لمن يقوم بعملية المكافحة ثلاثة بيستخدم لتوزيع المبادات السائلة فقط أربعة صعوبة مراقبة عملية الرش لأننا باستخدمه إما في الصباح الباكر أو عند الغروب في المساء خمسة بيتم أو بيسبب تلوث للزراعات المجاورة نتيجة لهبوب بعض هنشوف الفيديو اللي أنا وعدتكم به لإزاي يستخدم آلات الرش أو التعفيل طبعا ده مبيد ودي الملابس الواقية زي ما انتم شايفين معنا في الصورة وأول حاجة بتتبعها لابد من قراءة التعليمات الموجودة على عبوة المبيد وعلشان تحضر محلول لازم تستخدم 10 مل من المبيد في 20 لتر ماء وتستخدم أيضا القطعة المخروطية الموجودة في نهاية زراع الرش عشان يتحول المبيد من صورة سائلة إلى صورة أو على صورة رزاة شايفين العامل هنا بيستخدم الملابس الواقية طبعا شايفين ده مهمة جدا جدا علشان تقلل من كمية أو تعرض للتسمم بالمبيدات أنت بترش مبيدات سامة يعني سموم فلابد من توخي الحذر جيدا أثناء إجراء عملية الرش وإحنا زي ما قلنا إخواننا المزارعين لابد شايفين هنا بيستخدم كل الملابس الواقية والإجراءات الاحترازية لتقليل التعرض لخطر التسمم بالمبيدات طبعا هو هنا حضر محلول الرش وبيمسك زراع الضغط زي ما أنتوا شايفين علشان يولد داخل الآلة الضغط علشان يتحول المبيد من صورة سائلة إلى صورة رزاج زي ما أنتوا شايفين آدي زراع الرش والمسافة مفروض تكون لا تقل عن 30 إلى 40 سنط بين الزراع وبين النبات المعامل ولا يفضل أن يتم الرش المبيد بكمية كبيرة حتى لا تتساقط على سطح التربة زي ما أنتوا شايفين آدي أو هنا بصورة خاطئة طبعا طبعا دي الصورة الصحيحة الكمية لازم تكون مناسبة ولا بد من رش معظم المساحة وعدم ترك خطوط بدون رش تعالوا نشوف بها جزئية مهمة جدا في حلقة اليوم أعزاء الطلبة والطالبات اللي هي الاتجاهات الحديثة في مكافحة الآفات إحنا طبعا أخذنا طرق المكافحة المختلفة أخذنا الطرق التشريعية أخذنا أيضا الطرق الزراعية أخذنا الطرق الميكانيكية أخذنا الطرق الحقيوية وانتهينا بالطرق الكيموية وقلنا الطرق الكيموية مهمة جدا ولا يغنى عنها حتى الآن لأن الأفات خطيرة جدا وعند تركها بدون استخدام المبدات الكيموية يؤدي ذلك إلى تفاقم خطرها وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى موت النبات بأكمله ولكن وجد أن للمكافحة الكيموية أثار جانبية سلبية على الإيكولوجي سيستيم أو بنقول عليه النظام البيئي من ناحية عناصر أو عناصر النظام البيئي اللي هي التربة أو المياه أو الرياح ده المبيد مادة سامة فبيلوس معظم عناصر الإنتاج الزراعي الموجودة عندي وإحنا دلوقتي لمعظم الدول بتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لعناصر الإنتاج المختلفة وبتعمل توازن بين الأفات وأعضاها الحيوية ولذلك بدأ التطلع والبحث عن طرق بديلة للمبيدات الكيموية الضارة تعالوا نشوف إيه هي الطرق البديلة اللي أنا ممكن أستخدمها والاتجاهات الحديثة في المكافحة اللي أنا ممكن أستخدمها وتكون صديقة للبيئة أول نوع عندي من الاتجاهات الحديثة استخدام المواد الطاردة المواد الطاردة دي بتبقى مواد كيموية بيهدف استخدامها إلى طارد الحشرات وإبعادها عن المكان المعامل وممكن يجيلك في صورة مصطلح علمي وأنت تكتب كلمة المواد الطاردة ليه بقى ممكن تعمل طارد الحشرات ده بسبب رائحة هالنفازة زي مادة النفتالين اللي بتبقى موجودة في المنازل ده عشان تحمي الملابس من حشرات العتة وزيت السيترونيلا ده زيت مهم جدا بيعمل على طارد البعوض الموجود في المنازل طيب تعالوا نشوف النوع التاني من الاتجاهات الحديثة اللي هي المواد الجاذبة طيب أنا خدت الحاجات دي إمتى دكتور فاكرين لما خدنا تأسيم المهلكات الحشرية على حسب طريقة دخولها جسم الآفة خدنا منها المواد الجاذبة ومناعات التغذية والمواد الطاردة هي هنا بناخدها مرة تانية هي مواد ذاتة رائحة بتجذب الحشرات إليها وبتوضع فيه مصائد معينة زي زيوت الطيارة زي زيت الخردل أو زيت الصنوبر وأيضا كذلك الجاذبات الجنسية بتجذب أحد جنسي الحشرات التي يمكن أن تضع الأنسة بيض غير مخصب وبالتالي بنكسر دورة حياة الآفة مانعات التغذية برضو بتيجي في الامتحان كتير جدا هي مواد كيميائية بتمنع بدء أو استمرار تغذية الحشرة على العائل المناسب اللي هو النبيات طبعا تعالوا نشوف رابع حاجة عندي من الاتجاهات الحديثة اللي هي مانعات الانسلاخ مانعات الانسلاخ من اسمها يعني بتمنع انسلاخ جلد الآفة هي مواد بتصبت عملية الانسلاخ وبالتالي بتموت الحشرة والامثلة اللي عندي مصبتات بناء الكايتين تعرفين طبعا الجدار الخارجي اللي هي معظم أنواع الحشرات بيتركب من مادة اسمها مادة الكايتين حتى اللي هي بتركب منها الأظافر في الإنسان المادة دي مهمة جدا لأنها بتدخل في تكوين الجدار الخارجي لجسم الحشرة وبالتالي ممكن الحشرة جسمها يكون ضعيف وبالتالي بتموت بعد كده منظمات نمو الحشرة يعني منظمات نمو الحشرة هي مواد بتمنع تطور الأطوار الحشرية الغير كاملة زي اليرقات زي العزارة وبتمنع أيضا نموها ووصولها إلى الحشرات الكاملة طب تعالوا نشوف بعد كده الهرمونات الهرمونات زي هرمون الشباب وهرمون الشباب ده بيعمل على إبقاء اليرقى على حالتها ولا تستطيع أنها تتطور إلى طور العزراء أو حتى طور الحشرة الكاملة وبالتالي بنكسر دورة الحياة بعد كده من الاتجاهات الحديثة أيضا استخدام المصاد المختلفة أنا عندي أنواع كثيرة جدا من المصاد عندي مصاد الشفط مصاد الإزعاج اللي احنا بنقول عليها مصادة ماليزي مصاد النافذة الزجاجية المصاد اللاصقة وحواركوا صور دلوقتي لأنواع مختلفة من المصاد المصائد البصرية وأيضا المصائد الضوئية والمصاد الغذائية وأيضا المصائد الجنسية تعالوا نشوف بقى الصور زي ما انتم شايفين دي معنا صور للمصائد المختلفة هذه مصاد الجاذبات الجنسية وأيضا المصادة الزجاجية طب إيه بقى الفرمونات الفرمونات اللي عندي ثلاثة أنواع النوع الأول بقول عليه فرمونات التجمع ده بيستخدموا الجراد أثناء تكوينه لأسراب في موسم الهجرة الفرمون مادة كيميائية بيتم من خلالها إصدار أمر معين لباقي أفراد الطائفة الحشرية يعني مثلا زي ما قلنا الجراد بيتم إفراز هذا الفرمون أثناء موسم الهجرة فبتتجمع الحشرات وبتكون أكبر تجمع حشري على سطح الكرة الأرضية اللي هو تجمع الجراد حتى اسمه الجراد عشان بيجرد الأرض من معظم الغطاء النباتي اللي موجود عليها وهي حشرة متعددة العوال يجب التوخي الحذر عند مكافحتها وإجراء المكافحة خارج البلاد قبل أن تهاجر وتكون أسراب لأن الحشرة دي لو كونت أسراب وهاجرت من الصعوبة بمكان السيطرة عليها وإجراء عملية المكافحة وقد تؤدي إلى حدوث مجاعة في الدول المصابة بعد كده الفرمونات الجنسية يعني فرمون جنسي بيفرز من أحد الجنسين أثناء فترة التزاوج بعد كده فرمونات اقتفاع الأسر ودي بيستخدمها أفراد طائفة النمل عند المسير ده يتفرز طبعا من الرجل الخلفية للنمل تعالوا بقى نشوف من الاتجاهات الحديثة أيضا في مجال المكافحة استخدام المستخلصات النباتية يعني إيه مستخلص نباتي هي من اسمها يعني شيء أو مادة بستخلصها من النبات فاكرين لما خدنا الموبدات العضوية المستخلصة من النبات وقلنا البيرسرين المستخلص من ظهرة نبات البيرسرام والنيكوتين المستخرج من أوراق الدخان وأيضا الرغوطينون المستخرج من نبات الدريس أهي هنا نفس الكلام عبارة عن موبدات يعني المستخلصات النباتية هي مادة فعالة بتبقى موجودة في أنواع مختلفة من النباتات وخصوصا النباتات الطبية والعطرية وبتم استخلاص المادة بطرق مختلفة وبيعها في صورة مستحضرات للمبيدات وبالتالي المادة الفعالة بتكون صديقة للبيئة لأنها مستخلصة من مادة عضوية وبالتالي لا تلوس عناصر النظام البيئي وبالتالي بقلل من تلوس المبيدات بأكبر قدر ممكن المستخلصات النباتية هي عبارة عن مجموعة من المواد الكيميائية المستخلصة من النبات طبعا ممكن أن تحدث مجموعة من التأثيرات على الآفات زي السمية ممكن تؤدي إلى موت الآفة أو تخفض من تعدادها عملية جذب للآفة عن طريق شم الحشرة للمادة الكيميائية أو تقوم بطرد الآفة إلى مكان بعيد أو تمنع تغذية الآفة وبالتالي بتموت الآفة جوعا ومن أمثلة المستخلصات النباتية المواد المستخلصة من أشجار النيم اللي بتستخدم في مكافحة البعوض وأيضا النيماتود تعالوا بقى نتطرق الجزئية بتجي في الامتحان اللي هي المبيدات المايكروبية وإيه هو المقصود بالمبيدات المايكروبية ممكن تجي لك برضو مصطلح علمي المبيدات المايكروبية عبارة عن كائنات حية دقيقة زي ما انتم شايفين معنا في الصورة دي صور مختلفة لأنواع الكائنات الحية الدقيقة بتسبب أمراض للآفات وتؤدي في النهاية إلى موت الحشرة ويطلق عليها اسم المبيدات الحية أو الليفنج باستيصيد أيا كان الاسم هي بقولوا عليها المبيدات المايكروبية طيب إيه هي أسباب إمكانية نجاح استخدام المكافحة المايكروبية في المجال التطبيقي أول حاجة عندي لأنها بتكون غير ضربة لإنسان والحيوان والنبات ولها درجة عالية من التخصص يعني بتصيب الآفة دون عداءها الحيوية ويمكن خلطها مع معظم أنواع المبيدات أربعة سهولة إنتاج معظم مسببات الأمراض الحشرية بتكون قابلة للتخزين وبالتالي بيبقى مفعولها لأطول فترة ممكنة ستة بيقلل استخدامها بالتبادل مع المبيدات ظهور السلالات المقاومة وسبعة إمكانية إكسارها في البيئة واستمرار معيشتها لفترة طويلة تعالوا نشوف الصعوبات اللي ممكن تواجهني وأنا بنتج أو بستخدم مسببات الأمراض في مجال برنامج المكافحة فيه طبعا أنا عندي مميزات ولكن بتواجهني أيضا العديد من الصعوبات أثناء إنتاج وتصنيع أو عمل مستحضرات للمبيدات الميكروبية أول حاجة بتحتاج بعض الميكروبات إلى ظروف جوية خاصة حتى تتمكن من إحداث تأثيرها تاني حاجة نظرا للتخصص الشديد فهي بتعطي مجال محدود في المكافحة تالت حاجة معي بتحتاج إلى توقيت دقيق في التطبيق بيتلاءم مع فترة حضانة المرض أربعة بتفقد بعض الفطريات حيويتها عند تخزينها لمدة طويلة إذا تم تخزينها في بيئة جافة يعني نسبة الرطوبة تكون منخفضة تعالوا بقى نشوف نمرة خمسة أيضا من الصعوبات الصعوبة في إنتاج بعض الميكروبات وكسرة تكاليفها نمرة ستة والأخيرة بتحتاج إلى تغطية كاملة على السطح المعامل حتى يمكن ملامسة اليرقة للمسبب المرضي طبعا في مشاكل اتكلمنا عنها كتير بتقابلني نتيجة الاستخدام المفرط للمبيدات أول حاجة من مشاكل استخدام المبيدات التأثير السام على المبيدات زي ما نقلت لكم وقلنا عشان كده بنضع أو بنستخدم ما يطلق عليه بالمواد الموازنة التأثير السام على الإنسان والحيوان وعرفنا مخاطر التسمم بالمبيدات وطرق الإسعافات الأولية تراكم المبيدات في التربة وده طبعا خطير جدا بيلوث التربة الأثر السام للمبيدات الحشرية على نحل العسل والحشرات الملقحة التأثير السام على الأعداء الحيوية فاكرين لما قلنا نظرية التوازن الطبيعي قلنا أنه الآفة وأعداءها الحيوية توجد في الطبيعة في حالة توازن عددي وحدث خلل في هذه النظرية نتيجة تدخل الإنسان تقدم وسائل المواصلات والاستخدام المفرط للمبيدات الكيموية الضرقة هو من هنا نحن حابين نرجع تاني التوازن الطبيعي بين الآفة وبين أعداءها الحيوية التأثير السام على الأعداء الحيوية مقاومة الحشرات لفعل المبيدات طبعا بدأت تظهر صلالات مقاومة للمبيد وبالتالي أنت بترش المبيد ولا يؤثر على الآفة الضر طيب هناخد بقى حتة بسيطة النهاردة في الـ IBM أو المكافحة المتكاملة أو الإدارة المتكاملة للآفات اللي هو تعريف الـ IBM وإن شاء الله نكمل معاكم في الحلقة المقبلة بإذن الله الـ IBM يعني ولازم تحفظوا التعريف ده عشان بيجي كتير في الامتحان هي عملية يتم بها الاستخدام المتوازن للطرق الزراعية والبيولوجية والكيموية يعني أكتر من طريقة في مجال المكافحة هو التي تتوافق مع البيئة يعني غير ضرب البيئة والتي لها جدوة اقتصادية يعني تكاليف المكافحة لا تفوق الضرر الاقتصادي والمقبولة اجتماعيا يعني أنا لما بقول للمزارع اعمل واحد اتنين ثلاثة أو استخدم طريقة المكافحة الحيوية حيتقبل مني الكلام لأنه ده ممكن يجيب له نتيجة على أرض الواقع والمقبولة اجتماعيا من أجل من أجل خفض أعداد الآفة إلى المستويات المقبول تحملها والتي لا تسبب أضرارا اقتصادية يبقى أنا خدت تعريف الاي بي ام وقلت الاي بي ام الاستخدام المتوازن لجميع الطرق الزراعية والبيولوجية اللي هي الحيوية يعني والكيموية التي تتوافق مع البيئة والمقبولة اجتماعيا والتي لها جدوى اقتصادية من أجل خفض أعداد الآفة إلى دون حدوث الضرر الاقتصادي بكده عزاء الطلبة والطالبات نكون تناولنا في حلقة اليوم باقي عناصر المكافحة الكيموية وعرفنا المكافحة الكيموية والمواد المساعدة اللي تضاف لمستحضرات المبيد وخدنا أيضا عمليات الرش والتعافير وعرفنا الشروط الواجب مراعاة لإجراء عملية الرش والتعافير وأيضا درسنا مع بعض الاتجاهات الحديثة في المكافحة لو عايزين تعرفوا إيه المقصود بالاي بي ام وإيه هي خطوات تصميم برنامج الاي بي ام يبقى لازم تستنونا في الحلقة المقبلة بإذن الله بكده عزاء الطلبة وإيه الطلبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور وال شلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة